مرحبا علي ضيفنا معنا بالستوديو دكتور طارق كنعان أخصائي دماغ وعصاب من الجامعة الأردنية سباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك ستصوت لدكتور محمد عمية بالمية أكيد الأبيات الجميلة هاي اللي اسمنا دماغ الشعراء كيف مركب معقد جدا معقد جدا أكيد حمدية صحة الربط يعطيك العافية دكتور طارق أهلا وسهلا فيك اليوم يمكن تحديدا بدنا نتحدث عن الانزلاق الغدروفي وتحديدا في الرقبة خلينا شوي نعرف عن الموضوع أنت منقول أنه فعلا الشخص عنده انزلاق غدروفي في الرقبة يا ستي نحن زي ما نعرف أغلب الانزلاقات الغدروفية تحصل في المنطقة القطنية يعني في أسفل الظهر لأنه هو الجزء اللي شاية للجسم لكن أيضا بنسبة مشبطة لعشرين في المية من الانزلاقات تحدث في منطقة العنق وذلك أيضا لا نستطيع يمكن أن تزيد بالأصغر سنا وحنتطرق للأسباب زي ما نعرف يعني الدسك اللي هو الغدروف هو عبارة عن قرص من مادة غدروفية أشبه ما تكون بالأذن لو نحط الصورة اللي قبل خلينا نشط الصورة اللي قبلها هذه الصورة بعض العمالية وهذا القرص يحتوي على مادة هلامية مليئة بالماء وظيفتها تسهيل حركة العمود الفقري وأيضا امتصاص الصدمات الآن ممكن أن يحدث هشاشة في جزء من القرص وغالبا الجزء الخلفي بحيث ينشق وتخرج هذه المادة الهلامية كما يظهر في الصورة يعني يمكن تحتاج إلى ضوضيح لكن هذا رنين مغناطيسي يظهر وجود القرص هذا اللي بالنص ضاغط على العصب الأيمن طبعا بالصورة اللي هو الجهة اليسرى من الصورة فضاغط بشكل واضح على العصب الأيمن للمريض وهذا يتسبب بأعراضي الآن سألتيني أنه قيمتا نحن منشك بأنه المريض عنده دسك رقبة هل كل آلام رقبة تعني دسك؟ لا على الإطلاق بالعكس الآن يعني إذا بنا نحكي عن آلام رقبة هذا هو السبب الرئيسي في آلام الرقبة وصار يجينا أطفال أطفال بالمدارس عشر سنين وأصغر وأكبر عم يشكوا من آلام الرقبة طبعا هذه هي الرقبة النصية اللي بنسميها تكست نيك نتيجة الاستخدام الخاطئ والطويل للموبايل نحن مش قدرين نستغني عن هذا الجهاز كلنا لكن على الأقل نستخدمه بطريقة صحية وهذه هي الطريقة الصحية لاستخدامه وليست للرقبة على مستوى النظر بحيث تبقى الرقبة في وضع حيادي الرقبة المنحنية للأمام أو اللي راجع على الخلف هي ليست في وضع حيادي مما يؤدي إلى شد العضلات وتهيج مفاصل العمود الفقري وهذا يتسبب بالألم لكن إذا جاء المريض وحكى أنه أنا الألم بلش ينزل على كتافي وعلى ذراعي ساعتها من شك أنه المريض عنده دسك رقبة منزلق طبعا ضاغط على العصب خصوصاً إذا شرح المريض أو أظهر أنه لديه أيضاً خدران أو تنميل في مسرع العصب لا بل يعني يكاد المريض يصف بالضبط وين الانزلاق الغضروفي إنه تقريباً الفقرات السفلة يعني من الفقرة الثالثة إلى السابعة وأغلبها السفلية فالمريض لو مثلاً وصف لي أنه أنا الألم بينزل ويوصل الإبهام والسبابة مع خدران أو تنميل أو حرقة أعرف أنه غالباً الدسك وبين الفقرة الخامسة والسادسة وهذا يدفعنا طبعاً بعد فحصه الدقيق إلى تصويره وهذا هو الستاندرد صورة الراني المغناطيسي هي الصورة المثلة والمتعرفة عليها عالمياً لتشخيص الحالة طيب دكتور هل هو شيء وراثي ومين يصاب فيه أكثر الذكور ولا الإناث يا ستي لا نستطيع الجزم إطلاقاً بسبب واضح للانزلاق الغضروفي سواء العنقي أو القطني لكن يوجد عوامل متعارفة عليها قد يكون هناك عوامل وراثية يعني تلاقي أنه العيلة كلها الإخوان انصابوا بدسك في الرقبة في عامل قد يستغرب منه البعض لكنه مرتبط ارتباط مباشر بالانزلاقات الغضروفية على وهو التدخين المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالانزلاقات الغضروفية السبب السبب أنه القرص هذا القرص اللي هو الدسك قليل التروية بالدم فأي هبوط في مستوى الأكسجين في الجسم سيؤثر عليه مباشرة مش مثل بقية الأعضاء مما يجعله أكثر عرضة للهشاشة والجفاف وبالتالي حدوث الانزلاق الغضروفي فيه يعني أدعاً منشوف يعني التدخين مرتبط بالعديد من الأمراض اللي ما منتوقعها يعني إحنا دائماً منربطه بموضوع سرطانات الرئة والمريء بعيد الشر أو القلب والشريين ولكن إلو ارتباط وسيق بالعديد العديد من الأمراض الممكن ما تخطر حقيقة ببالنا لما نحكي دكتور طارع عن الانزلاق الغضروفي هل هناك قبل ما نحكي ممكن عن طرق العلاج هل هناك وقاية يعني هل ممكن تقوية بعض العضلات بجسمنا حتى فعلياً ما نصاب أو نكون بعيدين عن الانصاب بالانزلاق الغضروفي ما في شك نحن كمان نلاحظ أن الانزلاق الغضروفي بشكل عام بيجي بالأشخاص اللي عملهم مكتبي أكثر اللي بيضطر يجلس ساعات طويلة على المكتب سواء وراء الكمبيوتر أو عمل ورقي أو ما شابه ومن النادر أن يحدث بالناس اللي يستدعي عملهم الحركة الدائمة وبالذات طبعاً الرياضيين أو اللي بيشتغلوا بالأعمال الشاقة فنعم تقوية عضلات العمود الفقري هي الأساس في الوقاية من أي انزلاق الغضروفي بالإضافة للعناية العامة بالجسم يعني تجنب الجفاف توقف عن التدخين لكن تقوية عضلات العمود الفقري وأفضل رياضة على الإطلاق هي رياضة السباحة طبعاً هذا مش متوفر للجميع لكن على الأقل نستطيع أن ننصح الناس اللي أكثر عرضة أنه يصير فيهم انزلاق الغضروفي أو عندهم انزلاق الغضروفي لكن مش مضطرين على الجو جراحي أنه والله إذا عملك مكتبي تحرك دائماً يعني لضل قاعد لفترة طويلة لا تزيد عن الساعة اعمل الرياضات اللي تستطيع عليها نحن حتى الصلاة فيها رياضة جيدة جداً لتقوية عضلات العمود الفقري إذا قدناها بشكل صحيح طيب بس بدي أرجع سريعاً لسؤال ذكور أم الإناث أكثر؟ ما في دبايا واضح يصيب الجنسين بنسبة متقاربة جداً طيب خلينا نحكي هلأ دكتور في مراحل العلاج هل هي جراحة فوراً؟ هل هي في أدوية؟ في علاج طبيعي؟ كيف الأسلوب اللي بتتبعوه حسب الحالة؟ خليني أحكي لك أول شيء يعني نرجع بس شوي على أعراض الانزلاق الغضروفي العنقي لأنه هي تقسم إلى قسمين أعراض ناتجة عن ضغط العصب كما ظهر في الرنيل المغناطيسي الأول وأعراض ناتجة عن ضغط الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي لهو في الوسط يعني أحياناً بيكون الانزلاق الغضروفي مركزي بالوسط فبيضغط مباشرة عن النخاع الشوكي إضافة إلى وجود عوامل أخرى بكبار السن اللي هي تضيق القناة نفسها فبيصير عندي أعراض ناتجة عن ضغط الحبل الشوكي أو أعراض ناتجة عن ضغط العصب الطرفي طبعاً ضغط العصب الطرفي أعراض واضح اللي هي الآلام اللي بتنزل على طول الذراع والكتف من الرقبة نعم هنا يأتي الحل الحل التحفظي بـ 90% من المرضى يعني إحنا أقل من 10% من المرضى هم من يحتاجون إلى تداخل جراحي تمام فالوقاية أول شيء ثم نبدأ بالراحة والابتعاد عن الأسباب المسببة للألم ومضادات الألم بشكل عام أدخل خلال العقد الماضي طبعاً علاج جديد وهو مضادات السرع يعني يتفاجأ المريض لما نكتب له دواء أنه دكتور أنت عطيني مضادات السرع لا هي مضادات السرع أصبحت من الجبهة الأمامية في علاج آلام العصبية بشكل عام تمام شو تأثير هذه الأدوية يعني مضادات السرع ببساطة بس مثل ما بيهدي الدماغ بيهدي العصب أوك فبيشتغل بشكل جيد على الآلام العصبية فنعطيه لمدة طويلة نسبياً لكن بيستطيع هذا الدواء أنه يجنب المريض وهل ممكن بالوقاية وبالأدوية وأنه يرجع ديسك بشكله الطبيعي وترجع المادة لوضعها الطبيعي؟ 100% ممكن أنه هذه الجزء الضاغط على العصب أنه يجف ويرجع يكش تماماً أو ينكمش ويختفي تماماً أو يتكلس بحيث يتأقلم العصب على وضع الجديد المهم بالنهاية أنه ما بيحتاج المريض عملية لكن إذا جاء المريض يعني إحنا قيمتاً نجري العملية قيمتاً نلجأ للعملية الجراحية نلجأ لها في ثلاث حالات إما ألم شديد غير متجاوب مع العلاج أو ضعف واضح في العضلة اللي بيغذيها العصب يعني باي بلش الضعف في اليد أو في الذراع فبالتالي مننصح المريض بالعملية أو علامات واضحة لضغط الحبل الشوكي والتي تتمثل بالشد العضلة في كل الجسم يعني بيجي المريض داخل وأنت بتعرف أنه هذا عنده علامات اعتلال في النخاع الشوكي وخدران في الطرفين السفليين أيضاً مش بس العلويين وقد يتأثر أيضاً تتأثر المثاني أيها طيب لو حكينا عن مدة العلاج تعتبر طويلة مدة العلاج هل ممكن الشخص يتعايش مع الوقت في هذا الموضوع؟ يعني إذا المريض كان قادر أنه يصبر على الألم مع أخذ العلاج اللازم يعني طويل باله وبلش فعلاً بالتعافي فهي مسألة أيام إلى أسابيع قد لا تتجاوز الأسابيع حتى يتعافي المريض تماماً من آلام العصبية المرافقة للانزلاق الغضروفية يعني دكتور طارق قبل أن ننهي مع حضرتك يعني كان سؤال أخير بس هل طريقة النوم ممكن أنها تأثر برضو بمشاكل في الرقبة؟ كمان من الصعب الجزم يعني هون دايماً بيحكوا المرضى أنه الدكتور أغير المخدة أغير الفرشة أجيب المخدة الطبية الحقيقة دايماً جوابي المخدة اللي بتريحك هي المخدة الطبية والفرشة اللي بتريحك هي الفرشة الطبية لكن أيضاً يوجد قاعدة عامة هو أنه الفراغ اللي بين الرأس والكتف لازم يكون مليام هذه قاعدة عامة يعني نحن وأطفال إذا تذكرك كنا ننام من غير أي مشاكل بالطريقة اللي بدنا إياه وما كان يصير إشي كل ما كبر الإنسان بيصير بدأ يتأقلم على وضعية جيدة الصورة هذه طبعاً تظهر مريض بعد إجراء العملية ويوجد طبعاً بين الفقرة الثالثة والرابعة القرص الصناعي لأنه نحن بعملية الدسك هي عملية تجرى من الأمام في أغلب الأحيان وليس من الخلف لسهولة الوصول إلى الدسك فيستأصل الدسك كاملاً يعني مش بس الجزء الضغط كل الدسك يزال الحمد لله دكتور أنه كل شيء في العلم الحمد لله يعني أنه كل شيء أوجد له حل الحمد لله والعلم والعلماء والأطباء يعني شكراً لكم لأنه دائماً موجودين لتخفيف آلام الجميع كل شكر إلى دكتور طارق أهلا وسهلا فيك شكراً يا ميت أهلا وسهلا فيك دكتور طارق كانعان أخصاء أكيد الدماغ والأصابة بمستشفى الجامعة الأردنية تحياتنا لإلى بيعطيك ألف